أبو محظورة وأبو محظورة كان يسخر من أذان المسلمين عندما سمعه وجلس يسير خلف النبي بعدة أمطار وهو يقلد الأذان ساخرا منه وكان أبو محظورة جميل الصوت فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وقال ماذا تقول يا أبو محظورة؟ قال لا أقول شيئا فأتى له وقال ما رأيك أن أعلمك الأذان؟ قال علمني فعلمه الأذان هذا الموقف إن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعنيف ومن غير دخول فيه جدل جعل أبو محظورة مؤمنا وجعل أبو محظورة مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان مؤذن النبي بلال عبد الله بن أم مكتوم واحد جاي من قبيلة اسمها صداء فكان يسمى بأخي صداء إن أخ صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم وأخرهم أبو محظورة وظل أبو محظورة يؤذن وهو ابن عشرين سنة واحد وعشرين سنة وبدلا من السخرية التي كانت فيه تحولت كفاءة صوته الجميل الحلو إلى الدعوة إلى السلام وإلى الله سبحانه وتعالى وإلى الحقيقة أنه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن هذا الشباب تغير تغير من حال إلى حال فسن الشباب هو سن التغيير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ولذلك سن الشباب هو سن الأمل في التغيير